يصادف العشرين من أغسطس الذكرى السادسة لإطلاق الثوار عملية تحرير العاصمة طرابلس من كتائب الجذافي حيث انتفض الثوار داخل أحياء العاصمة طرابلس ودارت اشتباكات عنيفة بينهم وبين كتائب الجذافي ومرتزقته في مختلف مناطق العاصمة منها تاجراء وسوق الجمعة وفشلوم والسريم في حين كانت قوات الثوار القادمة من مناطق الجبل قد حررت الزاوية وصبراتا وسرمان وتواصل الزحف نحو العاصمة طرابلس وكان الثوار القادمون من مدينة مصراتا يواصلون التقدم نحو العاصمة بعد تحرير المناطق الواقعة شرق طرابلس أثوار قالوا كلمتهم إذن وطرابلس لن تكون إلا عاصمة لكل الليبيين أطلقها الثوار صيحة مدوية في فجر العشرين من رمضان وأي دلالة أن يصادف دخول الثوار الفاتحين لطرابلس بالتكبيرات ذكرى فتح مكة في العشرين من رمضان إنها النوايا إذا ما خلصت والقضايا إذا ما كانت عادلة وهي العزيمة والإرادة التي لا تتحقق إلا بإخلاص النوايا وعدالة القضايا اليوم وبعد ست سنوات من تحرير طرابلس لا زال كثير ممن عصفت بهم ذكريات تلك الأيام الخوالي يذكرون شعارات الوحدة الوطنية واللحمة التي كانت تدوي وسط العاصمة من ميدان الشهداء لتصل إلى شرق البلاد وغربها وجنوبها لتعلن وتؤكد أن الثورة ما جاءت إلا لتكون ليبيا واحدة ودولة مؤسسات وقانون ويكون فيها الجميع سواء فهل سيكون لذكرى هذه الأيام أن يصدم في دهاليز الحكم والسياسة التي أصبحت تتنكر لفبراير وفضل ثورها